أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الحبيب يسوع له كل المجد اليوم رح أتكلم شيء مهم جداً وبصراحة أنا مش رايح أكون منافق معكو ولا مجرد أمدح بلد على أساس بلد وعم بشوف كتير ناس بتعمل حتى يعني هيك برامج اللي بتمدح الأعمال العظيمة لبلدها أو تاريخها أو ما شابه طبعاً إحنا ندرك أنه الأراضي المقدسة لها تاريخ عريض ومثل ما ابتدأ التاريخ في هذه البقعة والبقاع المحيطة بها ستنتهي أيضاً في نفس البقعة عند مجيء المسيح ثانية وخليني أقرأ كلام المسيح حتى أعبر عن شيء اللي أنا عاوز أتكلمه المسيح طبعاً بيتكلم بويلات تخيل المسيح اللطيف الحنون مع الناس لكنه كان مع المتدينين اللي كان عندهم الرياء الدين ومظاهر التدين الخارجي والرياء وعدم الإيمان واللي بيستغلوا الناس وبتاجروا في الدين بقول لأورشاليم أورشاليم يا أورشاليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً لأن أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب بالطبعاً أنا بحب بلادي كتير ومعظم البرامج بعملها في المواقع الكتابية اللي لمست وأعجبت العديد من الناس ولكن بسبب وباء الكورونا شوي صار فيه محدودية بالتنقل في هذه المواقع أورشاليم طبعاً خلينا أقول أنه هي مش بس كانت مدينة الملك داود كانت العاصمة هي أيضاً مدينة العبادة إذ كان الهيكل موجود في هذه المدينة ولكن الرب يسوع بيتكلم بصوت بمشاعر جياشة فياضة نحو هذه المدينة أورشاليم يا أورشاليم والسؤال هل أورشاليم هي في السبي؟ عادة السبي لما الشعب بروح إلى أرض غريبة بيكون في السبي ولكن الأخطر لما بيكون السبي شعب مسبي في نفس بلده عايش في الخطية لاحظ أن أورشاليم ضيعت آخر فرصة لها إذ الرب يسوع موجود في هذه البلد وهذه البلد اللي هي أورشاليم القدس كان دايماً تتظاهر بالتدين ولكن للأسف حتى الأنبياء قتلت الأنبياء والرب يسوع ذكر يعني عن القتل من العديد من الأنبياء وها أخيراً يأتي الإبن كلمة الله نزل المسيح من السماء تجسد وفعلاً كان مثال للصلاح والكمال وشافوا معجزات لم يرها أحد قد وسمعوا التعليم لم يسمعها أحد قد شافوا أن المسيح فتح عيني مولود أعمى يعني خلق له عينين جديدة شافوا المسيح يخلق جسد جديد أقام العازر من بين الأموات من بعد ما أنتن شافوا في أورشاليم وعرفوا كل هذه الموضع ومع كل هذا دبروا مؤامرة لكي يتخلصوا من المسيح فالمسيح عندما وقف على جبل الزيتون ناظراً إلى منطقة الهيكل والبلدة القديمة قال أورشاليم يا أورشاليم كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع ادجاجة فراخها أو أولادها تحت جناحيها ولم تريده كم مرة أردت ولكن ولم تريده للأسف مع أنه يقول في إشعياء ستة أربعين رأيي يقوم وأفعل كل مصرتي هل يتكلم ولا يفي في سفر العدد إصحاح 23 فإذن الله لابد أنه يتم ما خرج من شفتيه ولكن الشيء الأجمل أنه أعطى حرية الإرادة ومع هاي الحرية للأسف رفضوا يسوع المسيح أورشاليم وين المسيح علم أورشاليم وين المسيح أعطى واتكلم بإسهاب من جبل الزيتون عن مجيءه ثانية من جبل الزيتون رثى وبكى على أورشاليم وقال لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك في أورشاليم صلب يسوع المسيح في أورشاليم قام يسوع المسيح من الأموات في أورشاليم ظهر المسيح للتلاميذ وعلم لمدة أربعين يوم طبعا كان في ظهورات أخرى في الجليل في أورشاليم من جبل الزيتون شفوه وهو يصعد إلى السماء من أورشاليم الله أرسل الموعد وسكب الروح القدس في أورشاليم ابتدأت الكنيسة الأولى في أورشاليم كانت مركز الإرسالية وانتشرت الرسالة إلى كل العالم القديم ولكن السؤال أين أورشاليم الآن؟ للأسف هي في السبي وبتعرف حبائي أصعب شيء أنك تغلف كل شيء في مظاهر الدين ومظاهر السياسي ومظاهر التقليد اللي فعلا بلادنا حلوة وبلادنا لمستها الأنبياء أو أقدام الأنبياء والرب يسوع والرسل الأطهار وخرجت الرسالة منها لكن السؤال أين الرسالة اليوم؟ وأين أورشاليم؟ وأين الأراضي المقدسة؟ تعرفوا؟ يمكن تنصدموا من هذه المعلومات أقل من 2% نسبة المسيحية في الأراضي المقدسة تخيل؟ وين الرسالة ابتدأت ووصلت إلى كل العالم؟ 2% على فكرة أنا بتكلم على إسرائيل عم بتكلم المسيحيين في عرب إسرائيل بس إذا رحنا للضفة وكمان غزة يعني غزة كان فيها نسبة كبيرة من المسيحيين اليوم يمكن ألف شخص إذا أحباء الفلسطينيين بحبوا يصححوا هاي المعلومة بس أعتقد أنه مش يعني العدد ما بزيد عن الألف يمكن شوي أكتر تخيل غزة اللي هي كان مركز أشقف قديما واللي على الأرجح مر فيها يسوع العائلة المقدسة في ذهابهم إلى مصر الضفة الغربية بيت لحم أين ولد المسيح مكان ولادة المسيح والضفة الغربية أقل من 1.5 نسبة المسيحين عدد قليل يعني وين أي ديانة موجودة في العالم سواء الإسلام بتشوف السعودية كلها 100% إسلام عدا عن اللي آمنوا في المسيح طبعا أعداد كبيرة الهندوس بتشوف مركزهم في الهند البوذيين إلى آخر تخيل مركز المسيحية وين المسيح جاء أقل نسبة مئوية كأنني عم بسمع صد الصوت أورشاليم يا أورشاليم لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك وحكام من حكم إلى حكم إلى حكم من أيام البيزنطيين إلى الإسلام العرب إلى الحكم الأموي والعباسة والفاطمة والعثمانيين الإنجليز اليوم إلى يومنا هذا وطبعا كله مزنب يعني لأنه فعلا مش عم نشوف تتقدم من ناحية روحية تخيل القبر المقدس موجود في أورشاليم مكان الصلب في أورشاليم المواقع الكتابية يعني إثبتات غير عادية كلها موجودة في أورشاليم لكن السؤال أحبائي أين أورشاليم في هذه الأيام فأنا مش عاوز أتكلم مجرد مديح برياء بنفاق بكل الأشياء عنا مشكلة وهاي المشكلة لازم تتحل وأنا أؤمن أنه الحل بأيدين المؤمنين ممكن يغيروا كل التضاريس الروحية والمناخ الروحي كله ممكن يتغيروا ممكن نشوف نهضة ترجع لبلادنا وعلى فكرة يعني الرب يسوع راجع يعني كما يقول زكريا أنه رجليه رح تطأ جبل الزيتون وهكذا بعد يما يتكلم عن أورشاليم إذا بيتكلم عن اختطاف المؤمنين إلى فوق فأورشاليم نازلة إلى أسفل من فوق إلى أسفل طبعا أورشاليم السماوية أورشاليم الروحية بعلمنا الكتاب المقدس في مزمور 122 اسألوا سلامة أورشاليم يعني صلوا بكلمات أبسط صلوا من أجل أورشاليم في العبرة يعني اسألوا اسألوا عنها صلوا من أجلها صلوا من أجل أورشاليم بصراحة الوضع عندنا كتير كتير تعيس إذا رحنا لغزة حماس تعيس جدا إذا رحنا للضف في السلطة تعيسة إذا رحنا لليهود وإسرائيل أتعس كمان المسيحيين وعرب إسرائيل كمان أتعس القيادات السياسية مش عم بفيد ولا القيادات الروحية ولا والمجتمع كله إحنا منغمس كأنه في خمار كأنه إحنا سكرانين مش صحيين مش عم مننظر نظرة نبوية نظرة روحية على الأمور اللي اللي بتحدث هناك طبعا في هاي اللحظات الكل رح يزعل مني حماس رح يزعل والضف رح تزعل وإسرائيل رح تزعل بس هذا الحقيقة أحبائي والرح يزعله القيادات الدينيين إلى آخره إحنا محتاجين نرجع للرب محتاجين نتوب للرب إحنا محتاجين نصلي من أجل افتقاد إلهي قال الرب يسوع لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادقي أوليس عجبا أورشليم اتدمرت في سنة سبعين ميلادي هدمت بالكامل وفي سنة مئة وثنين وثلاثين ميلادي بين مئة وثنين وثلاثين إلى مئة وخمسة الامبراطور هيدريانوس روما برضو دمروا أورشليم تدمير شامل كامل وحتى بنوا معبد للإله زوس فوق القبر المقدس في أورشليم حتى غيروا الاسم أورشليم إلى اسم إليا كابتولينا عاصمة إليا وطبعا رجع الاسم بأيام قسطنطين ورجعت الأعياد وإلى آخره هناك مشاكل في الهوية تشويش في الهوية وأصبحت العبادة التقليدية شكلية منركز على الأماكن الأثرية لكن مش على الحجارة الحية والأعمدة الحية الموجودة في بلادنا اليوم في بلادنا في كنيسة في كنيسة من خلفية إسلامية من خلفية مسحية ومن خلفية يهودية أكبر عدد طبعا مؤمنين مسحيين في إسرائيل هم المسيانك الخلفية اليهودية عم بيجوا أعداد كبيرة إلى يسوع المسيح فإذن الكتاب بعلمنا اسألوا سلامة أورشليم كأن أورشليم في السبي يعني بتذكر كلمات نحمية الوالي عندما سأل عن أورشليم قالوا عن أورشليم هم في شر عظيم وعار فأنا بصلي اليوم أن الرب يدحرج العار وفعلا يرفع رؤوسنا ويرد الاعتبار ويرد الكرامة واضح لا الدين ساعد ولا السياسة ساعدت ولا التقليد ساعد اللي بيساعدنا أحبائي أنه نعترف بخطيانا وانتوب عنها ونرجع للرب يسوع المسيح مكتوب شو اللي ممكن نعمل اللي بنعمله إذا تواضع الشعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمعوا من السماء وأخفر خطيتهم وأبرئ أرضهم أورشاليم توبي وارجع على الرب وبتعرفوا ما يسمى اليوم مركز الديانات التلاتة أحبائي ستكوني الله عنده طريق واحد فقط تزعلوش مني وهذا الطريق هل بتقوله يسوع نبي هل في نبي قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي هل تقول عن هذا الشخص نبي اتبع الشخص اللي أعطى ضمان الحياة الأبدية ويحط ثقتك في يسوع المسيح وخلي بلادنا الأراضي المقدسة أنا بدعوها من القيادة السياسية والدينية والروحية على مختلف الديانات والطواف وكمان الطواف المسحية على مختلف ألوانها وأشكالها خلينا نرجع للرب يسوع المسيح الرسالة اللي ابتدأت من أور شليم خليها ترجع من أور شليم إذا لمستك هاي الرسالة حط لنا لايك وبنفس الوقت كون شريك معنا في الخدمة اعمل شير حتى أكبر عدد ممكن يسمع هذه الرسالة والرب يكافأك والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر